موسيقى أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعاتنا ليوم الأحد ثلاث واحد القمر ما زال موجود في منزلة الصرفة وهي للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات الموظفين ورح يمكث فيها حتى تمام ساعة ثمانية وثمانية وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش لا ينتقل بعدها لمنزلة العواء وهي للربح والحرية والزواج طبعا القمر اليوم رح يكون موجود بالأسد وفي ساعات الفجر تقريبا بنتقل العذراء فإحنا منحكي في ساعات الصباح عشان هيك لغاية ساعات الصباح بيكون الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفي مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة تلفت انتباه الآخرين طبعا احنا في فترة خلو المسار وخلو المسار رح يستمر لغاية الساعة واحدة واثناشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش يعني بتوقيت الأردن الساعة ثلاثة واثناشر دقيقة فجرا لا ينتقل بعدها القمر لبرج العذراء وهذا يعني أن الفترة المذكورة اللي هي خلو المسار يعني لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا القمر زي ما حكينا أنه رح ينتقل للعذراء في ساعات الصباح ورح يستقر في برج العذراء في ساعات الفجر فمنعود جميع الأبراج بتعود لطبيعتها الجادة ومننتبه أكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب منقبل على أعملنا بهمة ونشاط وما منترك واردة أو شاردة دون تفحصها منصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهام وبنشعر أن الناس شحيحون في عطاءهم ماديا وعاطفيا قد ننتقد أنفسنا ونتوهم أمراض ما لها أي وجود طبعا هاي أفضل فترة للتخلص من عادات سيئة زي التدخين أو شرب الكحول أو بداية بحمية مثلا واقتناء حيوان أليف ومطالعة كتاب مفيد أو البدء بوظيفة أو عمل جديد طبعا اليوم ما في غير زاوية فلكية وحدة هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وأورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة 11 و 11 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج هاي بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادي منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بالنسبة طبعا للقمر بما أنه موجود بالعذراء فخلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين أربعة واحد رح يبدأ في تمام الساعة 9 و 33 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج ورح يستمر حتى اليوم التالي له يوم الثلاثاء حتى تمام الساعة 5 و 41 دقيقة صباحا لا ينتقل لبرج الميزان بالنسبة لعمر القمر القمر انحصار المحدب 20 يوم في تمام الساعة 7 و 7 دقائق مساء بيصبح 21 يوم نسبة الإضاءة 80 في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 19 واحد اليوم مزاجها سعيد بنسبة كاملة تصل 90 في المية وما أعلى مزاجها سعيد القمر في الأسد وبدو ينتقد للعذراء حتى يوم 5 و 1 مزاجه سعيد بنسبة 60 في المية أما بالنسبة لعطارد في الجدي حتى يوم 8 و 1 اليوم سعودته نزلت لعشرة في المية لغاية ساعة المساء بيصير منتحس الزهرة في القوس حتى يوم 8 و 1 مزاجها سعيد بنسبة 15 في المية المريخ في الحمل حتى يوم 7 و 1 منتحس بنسبة 75 في المية المشتري في الدلو حتى يوم 13 و 5 منتحس بنسبة 50 في المية زحل في الدلو حتى يوم 7 و 3 و 2023 منتحس بنسبة 10 في المية أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14 و 1 منتحس بنسبة 10 في المية نيبتون في الحوت سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالظل العاطفي قوية عندكم لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتكن تنتبهوا كثير لصحتكم أكثر من المعتاد لأنه ممكن يتراكم في هاي الفترات برضو إشي العلاقة بالعمل يتراكم العمل أكثر من المعتاد وممكن تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير منه طبعا بالنسبة للوضع الفلكي خلال هذا الأسبوع ما زال المريخ موجود في البيت الأول عندك فبتكون سيء المزاج نافذ الصبر متلهف مما قد يسبب لك بعض النزاعات مع محيطك عليك تجنب الإفراط أما بالنسبة للزهرة فهي في بيتك التاسع برضو هذا الأسبوع بيكون سلوكك جيد وممكن تحصل على تقدير الآخرين وهي فترة مناسبة للتنقلات أما بالنسبة للشمس بما أنها موجودة في بيتك العاشر بيت السمعة فهذا البيت والبيت المناصب بتحقق نجاح اجتماعي بفضل مساندة أشخاص دون نفوذ ممكن تحصل على ترقية أو منصب أو سلطة وبتحظى بثقة واحترام وتقدير الآخرين بالنسبة للقمر زي ما حكينا أنه اليوم تتمتع بصحة وحيوية جيدة وبتكون عندك سهولة في تطبيق أعمالك الروتينية أو المنزلية بالنسبة لعطارد بتسمع خبر جيد بخصوص وضعيتك المادية وهي فترة مناسبة للتواصل مع أشخاص دون نفوذ برج الثور اتجنبوا ادخال أي تغيير جذري على مسكنكم لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتبحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بأحباءكم بتعيش لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات أما بالنسبة للمريخ بزيد عنفك وفضاتك في التعامل مع الآخرين وبخليك عصبي متقلب المزاج أما بالنسبة للشمس في بيتك التاسع بتزيد من ذكائك وطموحك وبتكون كريم متسامح ومتفائل وهي فترة مناسبة للسفر أو للتعامل مع أشخاص خارج البلاد أو أخذ عطلة أما بالنسبة لعطارد اليوم طبعا فترة مناسبة للتواصل مع أشخاص خارج البلاد وللد دراسات والامتحانات وربط العلاقات أو التعامل مع الغرباء أما بالنسبة للزهرة بتستفيد من مكسب بيجي عن طريق الزواج أو زوج أو عن طريق شراكي أو هبات أما بالنسبة للقمر فهي فترة حظ تتقوى خلالها العلاقات العاطفية وبتعرف فترة من البهجة برج الجوزة اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة بده يركز بشكل جيد أما في ساعات الصباح بتهتموا وبتركزوا على تنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرق عطل منزلي أو حدث عائلي بالنسبة للشمس بتزيد من الأرباح اللي بتيجي عن طريق شراكي أو زواج أو تركي وبتزيد من اهتماماتك بالمواضيع الروحانية أما بالنسبة للعطارد بتجد حلول سريعة للتخلص من الديون أو النفقات أو بعض الحلول المادية بالنسبة للقمر بتعرف حياتك العائلية فترة من الراحة والبهجة ونوع من أنواع الاستقرار الزهرة هي فترة مناسبة للسعادة الزوجية وتحسين العلاقة مع الشراكاء وهذا الوقت مناسب لأمور إلها علاقة بالزواج أو عقد شراكي بتكون منتجة أو تصفيت خلافات بشكل ودي أما بالنسبة للمريخ فبما أنه في بيتك 11 فحاول أنك ما تدخل في أي جدال مع أحد الأصدقاء بهذه الفترة برج السرطان اتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة لغاية ساعة الصباح أما في ساعات الصباح بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات والتنقلات والإقناع ولكن بتكونوا أكثر وعي على الطرقات بالنسبة للقمر برضو بعطيكم علاقاتكم اليومية وتنقلاتكم بتكون ممتعة وبتستفيد من علاقاتك مع المحيط بشكل جيد الزهرة بتعرف انسجام مع رفقائك في الوسط المهني وبتمتع بصحة جيدة أما بالنسبة للمريخ طبعا بما إنه في البيت العاشر فبتزيد عدوانيتك وإن دفاعك بالفترة هاي حاول أنك تسيطر على إنفعلاتك وما تخال في القوانين أما بالنسبة للشمس فطبعا بما إنها في البيت السابع فترغب بالقيام ببعض بدور اجتماعي مهم وبتحقق استقرار والأمن بفضل شراكة أو زواج وهي فترة مناسبة لتحسين العلاقات الزوجية أو مع الشركاء أما بالنسبة لعطارد بتكون العلاقات مع زوجتك أو مع شركاءك مرضية بطبيعتها فيها من نوع من أنواع العطف والمودة وهي فترة مناسبة لتسوية الخلافات والنزاعات لصالحك أنتم نشطون مع ذلك واصلوا عمل بدأتم فيه من قبل وما تبادروا لعمل جديد أما في ساعات الصباح بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من السرقة أو الضيع بالنسبة للمريخ ما زال موجود في البيت الساد التاسع لإلكم فاتجنب التعامل مع الغرباء أو كون حذر باتصالاتك ومراسلاتك وامتحاناتك وكذلك في أمور إلها علاقة بالتنقلات البعيدة أما بالنسبة للشمس في بيتك السادس فهي جيدة بتزيد من حبك للعمل وممكن تبدو الجهد تكافأ عليه تحتاج لتجديد محيطك وهي فترة مناسبة لإجراء تغيير على المستوى المهني أما بالنسبة للقمر فتعرف سهولة في أعمالك اليومية وفي الحصول على الأموال والأرباح أما بالنسبة للعطارد تصبح أو بيصبح عملك ممتع وبتزيد حيويتك وصحتك الزهرة تعطيك دفعة جيدة وفترة مناسبة لتمتين روابط المودة والعلاقات والمعاملات المالية برج العذراء ما تشعرون به من تعب وتراجع في الصحة بزول مع اقتراب ساعات الصباح في ساعات الصباح تم تلقه بنشاط وحيوية وبتقلب بعض الخيارات والتوجهات لا شكل بناسبك وبناسب وضعك الحالي تتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك طبعا بالنسبة للقمر برضو بعطيك انه شوي انك بتقضي فترة من الهدوء والسكيني والطمأنيني على المستوى النفسي اما المريخ في البيت الثامن بتميل القيام بالمجازفات وممكن تتعرض لمشاكل في عملك ودير بالك على اموالك من السرقة او الضياع اما بالنسبة للشمس بتمنحك تقدير الجنس الاخر وبتحقق النجاح في بعض مشاريعك او ارباح تيجي عن طريق المعاملات او الامور العقارية وهي فترة مناسبة للتسلي والترويح عن النفس اما بالنسبة لعطارد بتعرف لقاءاتك الفترة هاي منوع من انواع المتعة وبكون لها اثر طيب على حياتك العاطفية وبتقضي اوقات ممتعة وهي فترة مناسبة لتحقيق نجاح فكري او ادبي اما بالنسبة للزهرة في البيت الرابع فهي بتعطي نوع من انواع الاهتمام على الوضع المنزلي وبرضو في نوع من انواع الاستقرار او حلول لبعض المشاكل العائلية وهي فترة مناسبة للحصول على ارباح مهمة اذا كنت بتمتلك املاك عقارية برج الميزان بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء اما في ساعة الصباح بتدخلوا فترة غير مريحة تلزمكم بالانتباه اكثر لصحتكم لا توقع على عقد ولا تحسم امر فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ بسبب وجود القمر في بيت المتعب ولكن فيه الميزة سعيدة انك بتحظى بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة وممكن تتجاوز مخاوف ما الها اي اساس اما بالنسبة للزهرة فهي في بيتك الثالث بتكون مرح لين العريكة وبتتمتع بقدرة كبيرة على الاقناع وهي فترة مناسبة للسفر والتواصل مع الاقارب والاخوة اما بالنسبة للشمس فهي في بيتك الرابع بعطيك نوع من انواع السعادة على المستوى العائلي والعلاقات العائلية الجيدة الحالة المادية للفترة هاي بتكون شوي احسن من الفترة الماضية وهي فترة مناسبة لحيازك ممتلكات عقارية او تحقيق نجاح شخصي اما بالنسبة للعطارد فممكن اليوم تسمع خبر مفرح بخصوص عائلتك وهي فترة مناسبة للتغيير محل الاقامة او القيام بمشاريع تتعلق في امور العلاقة بالمنزل اما بالنسبة للمريخ فما زال هو موجود في البيت السابع عشان هيك يبظل في نوع من انواع النزاعات او النقاشات الحدي او سوء التفاهم اللي بيجي على مستوى المنزل او علاقاتك مع افراد العائلة او مع اشقائك او مع شركائك او مع الزوج برج العقرب حافظوا على سمعتكم وانجازاتكم القائمة في مجال العمل لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنشطوا بين الاصدقاء منكم ممكن يشارك في حافل او مناسبة سعيدة بالنسبة للشمس هي موجودة في البيت الثالث فبيلعب محيطك العائلي نوع من انواع الامور الجيدة وممكن يجيك دعم مالي من خلال احد افراد العائلة يعني فيه نوع من انواع التحسن على وضعيتك وممكن تحصل على ارباح عن طريق السفر او التأليف وممكن تزيد قوة ملاحظتك وفضولك الفكري وتحظى بشعبي وتقدير الاخرين اما بالنسبة للعطارد فهي فترة مهمة للقيام ببعض الاتصالات او السفريات او التنقلات لها علاقة بالدراسة او بالعمل او المشاركة في لقاءات او ندوات فكرية الزهرة تعطيك فترة مناسبة للنجاح على المستوى المالي والحصول على وضعية مربحة اما المريخ فما زالت لانه في بيتك السادس فبيخليك تتعرض لبعض الامراض او بعض الالتهابات او الجروح او حروق في ميادين العمل فبدك تكون حذر اما القمر فبيعزز العلاقة مع الاصدقاء وبتكون جيدة وبسودها التقدير والثقة المتبادل برج القوس من يتقدم لامتحان او مقابلة بده يستعد بشكل جيد اما في ساعات الصباح بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية فترة مناسبة لللي بيبحث عن عمل اهم ايش انك تتجنب الخلافات وسعى لتلطيف الاجواء بالنسبة للزهرة طبعا بما انها في بيتك الاول فهاي بتزيد من لطفك ورقتك وقيمتك الاجتماعية وهاي فترة مناسبة للعلاقات العاطفية اما بالنسبة للشمس فهي بتسهل عليك اكتساب الممتلكات المادية وبتحصل على ترقية او وضعية سامية بمساعدة اشخاص دون نفوذ كما انه ممكن يزيد ميلك للتبذير بالفترة هاي اما بالنسبة للقمر تحظى بالشعبية وتكون كل اعمالك سهلة وميسرة وممكن تحقق نجاح شخصي خلال هذا اليوم عطارد تسمعك نوع من او بتجيب لك خبر سار بخصوص عملك ممكن حصل على ارباح سريعة ومفيدة وهي فترة مناسبة للمعاملات التجارية اما بالنسبة للمريخ فبيغلب على سلوكك نوع من انواع العنف وخصوصا على المستوى العاطفي وبسوء تعاملك ولياقتك وخصوصا في العلاقات العاطفية فبدك تدير بالك برج الجدي تفحصوا حساباتكم المالية واحذروا من اي خطوة مالية جديدة اما في ساعات الصباح بتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر او اتصال بعيد كونوا اكثر وعي على الطرقات وخاصة اثناء قيادة السيارة بين المدن الشمس ما زالت موجودة في البيت الاول فهذا الاشي يعني بيعطي طاقة لا الكم وفي نفس اللحظة بتزيد من حيويتك وبتقوي وظيفة جهازك الهضمي وبتمنحك شخصية متألقة ومتفائلة وعفوية طموحك جيد وطبيعتك بتكون عفيفة ولكن بتكون متسلط في بعض الاوقات وبتزيد حاجتك لنيل تقدير الاخرين بتمنحك الثقة بالنفس وبتسهل علاقاتك بالمحيط اما بالنسبة لعطارد فبتتمكن من انجاز بعض الاعمال المهمة خلال هاي الفترة وبتجد سهولة في متابعة دراستك اما بالنسبة للزهرة فبتميل لمساعدة الاخرين والتضحي والاثار اما بالنسبة للقمر فلديك احلام بالسفر او القيام بمشاريع كبيرة المريخ تعرف خلافاته على المستوى العائلي وممكن تصبح الحياة المنزلية شوي فيها نوع من انواع صعوبة لدرجة انك ممكن تتهرب من بعض المسئوليات العائلية برج الدلو بيتركز اهتمامكم حول موضوع الشراكة لا تلزموا او تلتزموا تجاه الطرف الاخر اما من ساعات الصباح بتعيدوا تنظيم اموركم المالية المشتركة انجز الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاول تنفيذها دون تردد وما تلتهي بامور ثانوية طبعا بما ان الشمس موجود في بيتك 12 بيت المتاعب فبيزيد ميولك للامور الروحانية وروح التضحي والاثار لديك وبخلي فيه نوع من انواع المخاوف لبعض الامور وطاقتك بتكون ضعيفة اما بالنسبة لعطارد في بيتك الثاني عشر بتجد حلول للتخلص من بعض المشاكل والصعوبات اللي بتعوقك او بتخليك ما تقدر تكمل المساعي او الافكار الموجودة عندك المريخ بتزيد من عدوانيتك مما قد يسبب لك خلاف واو سوء تفاهم عليك التجنب التنقلات والاسفار بالفترة هاي وحاول انك برضو تنتبه اثناء القيادة اما بالنسبة للقمر فبيزيد من اهتمامك بالاشياء الغامضة والروحانيات والكتب الخيالية الزهرة تعطيك نوع من انواع المشاريع اللي ممكن تتحقق بمساعدة بعض الاصدقاء او اشخاص ذو نفوذ برج الحوت واصلوا عملكم السابق وانتبهوا لصحتكم اما في ساعات الصباح بترغبوا في تعزيز شراكاتكم كونوا اكثر تفهما لوجهة نظرهم حاذروا من الخلافات وما تضخم الامور اما بالنسبة للزهرة فتعرف هاي الفترة عندك نوع من انواع التفاؤل والنجاح وهي فترة مناسبة لا امور الها علاقة بالزواج من وسط راقي اما بالنسبة للمريخ بتعرف نزاعات مع رفقاك في العمل ومع رئيسك لأسباب مالية عليك تجنب التبذير اما بالنسبة للشمس فهي في بيتك الـ 11 تتمكن من تحقيق مشروع او امني بمساعدة اشخاص دون نفوذ وعلاقاتك جيدة بتكون مع الاصدقاء اما بالنسبة للقمر فعلاقاتك الزوجية او العائلية او مع الشركاء بيسودها نوع من انواع الانسجام او التوافق عطارد في بيتك الـ 11 ممكن تتعرف على اصدقاء جدد او تتلقى اخبار سارة عن اصدقاء بقيمه بخارج البلاد او بمكان بعيد او ممكن تقوم بمشاريع او لقاءات فكرية مع الاصدقاء هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد ان اشهد ان لا تخ Heil